السلام عليكم أصدقائي سنة يبتدائي أنا ميرو وحقرأ معاكم النهاردة نص أريد أن أكون طبيبا قال أحمد لوالده أريد أن أكون طبيبا مثلك يا أبي الأبو وهل تعرف مهارات مهنة الطبيب؟ أحمد وما المهارات التي تحتاج إليها يا أبي؟ الأبو مهارة حل المشكلات لإنقاذ حياة المرضى ومهارات التواصل مع التطور ومساعدة الآخرين والتفكير الجيد أحمد سأحاول تنمية هذه المهارات حتى أكون طبيبا ماهرا مثلك يا أبي يلا بينا يا أصدقائي أقول لكم عن الكلمة ومعناها أريد أريد أحب أتطور أتجدد أكون أصبح مهارات قدرات إنقاذ حماية مهنة عمل التواصل التواصل الاتصال تنمية زيادة مثل أبي كأبي الكلمة ومضادها قال سكت المرضى الأصحى إنقاذ إهلاك تعرف تجهل حياة موت التطور التخلف التواصل الانقطاع أصدقائي أنا هقول لكم عن حروف الجر حروف الجر هي من وفي وإلى وعن وعلى وكمان حروف الجر دي ملهاش معنى لوحدها لازم تكون مع غيرها من الكلمات عشان يكون لها معنى مثلا يعمل المعلم في المدرسة أذهب إلى النادي لأتدرب أخذت الهدية من أبي وضعت الحقيبة على المندضة اشتريت اللحمة من الجزار والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر